اخبار اليوم والشعبي والبرلماني ومنها من سؤال اجتماعي مع عدد كبير من مجتمع الايطالي بالتأكيد في هذه الزيارة تم محتوى اسم تروجينة ومناطق عنها من سحاب الصفة التي سيارت العلقات المصرية الايطالية موقرا وفي هذا اللقاء ايضا استطاعنا خلال اللقاءنا بالقاربية الايطالية أن نشرح موقف مصر والشعب المصر تجاه هذه القضية وأن نؤكد مع وزارة الخارجية معا في التوافق غير مسبوك على ضرورة المضيب ضمن في علاقات غير مسبوكة بين مصر والايطاليا وتأكيد الشراق والاستراتيجية الكاملة بين دولة مصر ودولة ايطاليا في هذا اللقاء ايضا تم التأكيد على ضرورة تفعيل هذه العلاقات بالاستمرار وتنادل الزيارات أن هناك وفد من الخارجية الايطالية إلى مصر fazendo مصر قريبا أيضا المحقة التانية وهي المحقة المعهد الايطالي لبنصاد السياسية والبرلمانية الذي يرحص له أحد أهم هو لوزراء السابقين في إيطاليا وعدد من البرلمانيلايليطاليين تم أيضا تشكيل المأكس الخاص على الترا DH آخر مصر الايطالي يتشكل من جانب الايطالي برئاسي الوزير فرناندو ومن الجانب المصدي برراسي وعادت من السادة المتحدين والوزراء السابقين لكي يكون هناك لأول مرة مجلس مصري إيطالي يدعم العلاقات في طstage العلاقات يتلافى أي إزال بياض يواجه أي تحديات تعتني العلاقات بين البلدين أيضا كان هناك لقاء مع الشركات الهامة السياحية في إيطاليا لدعمها لانسياحة في مصر وكان هناك توفف شبهي داما بيننا وبين الجانب الإيطالي في مجال السياحة على ضرورة عودة العلاقات سريعا وعودة السياحة الإيطالية إلى مصر خلال أيام أو خلال أسابيع الآن يتم تظاهر السادة الموقف وهناك تبادل الأراؤد صلاة مستمرة مع الجانب الإيطالي أيضا تم اللقاء الهام مع مسؤولي شركة إيني العالمية للبترول وهي أهم الشركات التي ترتبط مع مصر بالتفضليات وبروتوكولات تمثل الأعلى في تاريخ مصر في مجال البترول والإستنترابات البترولية أيضا تم التوافق على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التعاون مع مصر وأن يكون هناك دعما للعلاقات المصرية الإيطالية وأن تكون هناك شرافة كاملة ثم ختمنا هذا اللقاء الحقيقة بلقاء قداص البابا البتيكان البابا فرانسيس الذي أعرب الأول مرة عن تقدير الوفد مصري بهذا الشكل وعن أيضا استضافه للوفد وعن منعه ميداليات تسكرية لرئيس الوفد وكافر عضاء الوفد الميدالية مقدمة من قداص البابا شخصيا تقديرا له لهذا الوفد ودوره في وقب الصدق ورقب الصدق وعادة الوآن وعورد علاقات المصرية الإيطالية وعلاقات البتيكان وكان البابا البتيكانها قد أعلن أعلانا غير مظلوك حينما قلت سنصوي من أجل سيسيو من أجل دعم مصر ضد الغرهان هذه اللي قادر هيا باعتبرها وسامع على صدق المسر الشعبية وألقت حينا بمسؤوليات ومهام أقصر الجسامة وهنا متردين في الفترة المريمة بأن نعمل بنفس القادر وعلى أعلى مستوى حتى نحافظ على نفس الأداء لصالح مصر وصالح الشعب المسر تحدثت من أفندم عن زيارة حفي المؤسس المستشفى الإيطالية بمصر ماذا عن هذا أو ماذا عن هذه الزيارة؟ أيضا أبلغتنا سفارة مصر في روما منذ قليل برغبة السيد بندتي وهو أحد أهم كبار رجال الأعمال وحفيب مؤسس المستشفى الإيطالي في مصر والذي أعلن عن زيارته مصر بعد غدا ربنا على زيارة الورد المصري وأعلن أيضا عن منحه منحة دراسية للدراسات العودة لأطباء مصر في عدد من الجامعات الإيطالية وأعلن عن رغبته في دعم العلاقات وفي مكافة المجالات الاستثمارية ومجالات الاقتصادية سوف يكون بالدد أيضا علامة مضيئة في طريق العلاقات لأنه لديه كثير من رموز الفكر والمجتمع السياسي والديبلوماسي في إيطاليا سوف نستقبله يوم السلساء إن شاء الله ونعقد مؤتمر صحفيا مع سياده والوقت المرافق يوم القنيسة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة